في عالم لا يخلو من المعجزات تبرز الكتابة كأعظم اختراعات الإنسان رمزاً للحضارة ومحركاً للتقدم الثقافي والعلمي منذ فجر التاريخ كانت الكتابة هي الوسيلة التي تجاوز بها البشر حدود الزمان والمكان مكنتهم من تسجيل الأفكار، نقل المعرفة وبناء جسور التواصل بين الحضارات لكن كيف كانت الحياة قبل أن تنبثق الحروف والكلمات من عقولنا لتستقر على الألواح الجدران والصفحات كان عالمنا محكوماً بالذاكرة حيث الروايات الشفاهية هي الوسيلة الوحيدة لتوريث القصص والمعرفة الكتابة هذا الاختراع العظيم لم يقتصر فقط على تسجيل اللحظات والأحداث بل كانت القوة الدافعة وراء تطور القوانين، الأدب، العلوم وحتى الديانات من خلال هذه الحلقة سوف نكتشف معاً كيف أثرت الكتابة في نقل الحضارة الإنسانية من مرحلة إلى آخرى فجعلت الكتابة التي لم تكن مجرد أداة للتواصل، بل أصبحت جسراً للتفاهم الإنساني والتقدم عندما ننظر إلى الوراء في مسيرة الزمن، نجد أن بدايات الكتابة تعود إلى عمق التاريخ حيث بدأ الإنسان الأول برسم الصور على جدران الكهوف هذه الرسومات لم تكن مجرد تعبيرات فنية، بل كانت وسيلة لتوصيل الأفكار وتسجيل الأحداث اليومية مثل مشاهد الصيد والطقوس الدينية كانت هذه اللوحات الصخرية الأولى شهادة على رغبة الإنسان في ترك بصمة تخلط ذكراه وتجاربه مع مرور الوقت تطورت هذه الصور البدائية إلى رموز أكثر تجريداً تحمل معاني محددة مما مهد الطريق نحو الكتابة كانت الخطوة التالية الحاسمة في هذا التطور هي اختراع الكتابة المسمارية في مدينة أوروك أي الوركاء الواقعة في العراق أو أولى المدن بعد الطوفان كما تسمى حوالي ثلاثة آلاف ومئتين سنة قبل الميلاد تعد الكتابة المسمارية واحدة من أقدم أنظمة الكتابة المعروفة حيث استخدمت لتسجيل المعاملات التجارية القوانين والملاحم الأدبية مثل ما الحمد قلقامش واحدة من أعظم الأعمال الأدبية في العالم القديم والتي تعتبر أقدم إرث أدبي موجود حالياً في العالم اختراع الكتابة المسمارية كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية فقد مكنت هذه الكتابة الشعوب القديمة من تطوير نظم معقدة للإدارة والحكم وساعدت في تأسيس الامبراطوريات من خلال إمكانية تسجيل القوانين والأوامر الملكية أولى الأمثلة على أهمية الكتابة في الحضارة هي قدرتها على توثيق التاريخ والتقاليد من خلال النقوش والمخطوطات تمكنت الأجيال المتعاقبة من الإطلاع على تاريخ أسلافهم تعلموا من إنجازاتهم وأخطائهم وبنوا على الأسس التي وضعوها هذا التوثيق المستمر للأحداث والأفكار ساهم في تشكيل الهوية الثقافية للشعوب وحافظ على تراثها عبر الأسور القوانين المكتوبة مثل شريعة حمرابي شريعة أورنمو كانت الأسس للأنظمة أنذاك في المجتمعات القديمة مما سمح بإدارة الدول والامبراطوريات بفعالية أكبر كما مكنت السجلات المكتوبة الملوك والحكام من تنظيم الضرائب الجيوش والموارد بطريقة منهجية داعمة بذلك استمرارية وتطور الدولة بفضل الكتابة تمكنت الحضارات المختلفة من التواصل وتبادل الأفكار والمعتقدات مما أثرت الثقافة الإنسانية بشكل عام النصوص الأدبية الدينية الفلسفية المترجمة كما أبرت الحدود واللغات مما سمح بحدوث تفاعل ثقافي وفكر كبير بين الشعوب المختلفة